أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات المصرية المنتدى السنوية الأولة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في إطار تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير نقشت جلسة المنتدى كيفية الامتثال للوائح التي قد تعوق وصول المصدرين إلى الأسواق وهدفت إلى تمكينهم من التنقل بين المتطلبات بكثاءة أكبر وتقليل الوقت المستغرق للوصول إلى السوق تحت عنوان تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير أطلقت الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات المصرية المنتدى السنوي الأول لها بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدف الأول وأخير هو تحقيق رؤية الدولة بالوصول إلى 145 مليار دولار صدرات مصرية رقم زيما قال معايا الوزير رقم الصعب الهيئة لما أنشأت التلتبية المعامل بتحها كان عندها أكثر من تلاف وبيت اختبار معتبد والاختبارات دي الحمد لله بقت معتبد الدولية نحن دلوقتي بنصدر فوق 50 مليار دولار صنويا منها 35 من الصدرات الغير النفطية طب إزاي حنوصل 145 زي ما الدول تانية عملت ما لازم نفكر بوجة نظر تانية على تسهيل التجارة جلسات المنتدى تضمنت موضوعات رئيسية عن كيفية الامتثال للوائح التي قد تعيق وصول المصدرين إلى السوق كما يهدف المنتدى السنوي الأول لإطلاق إمكانات التصدير إلى تمكين المصدرين من التنقل بين المتطلبات بكفاءة أكبر مع تقليل الوقت المستغرق للوصول إلى السوق أهل الصدرات والوائدات من الهائات الرائدة والمحورية وتعمل كبوابة للحفاظ على الجودة للصدرات والوائدات تمنع البضائع التي فيها إسفاث من الدخول وتشجع الصانع المصري والممتج المصري أن يستوي في جودة تؤهده للتصدير تصدر شهادات المطابقة لأنه من غير شهادة المطابقة مهما بلغنا من جودة ومهما بلغنا من انخفاض تكلفة فمش تقدر تدخل أي دولة إلا لما تكون مطابق للمواصفات ويكون عندك شهادة مطابقة للدولة تعد الهيئة محوراً رئيسياً ضمن استراتيجية وزارة الأستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء التنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة المصرية تتعمل على توفير مناخ استثماري جيد أمام جميع المستثمرين مع إزالة جميع التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال خاصة وأن السوق المصري يتميز بتوافر العمال الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة الصناعة جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقهرة برئاسة رئيس الغرفة طارق توفيق وبحضور الرئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي عمر مهنة لبحث سبول زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري في مجالي الصناعة والنقل وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزراتي الصناعة والنقل أكدت وزيرة التقطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط أن نمو الصدرات يعد أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كجزء من جهود الحكومة في بناء اقتصاد تنافسية حيث إنه يعزز تدفقات العملات الأجنبية ويفشجع خلق فرص العمل والتي تعد أمورا أساسية للنمو الاقتصادي ولذا فإن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف التنمية الصناعية من أجل تشجيع جهود توطين الصناعة وزيادة القدرة التنفسية للمنتجات المحلية بين الأسواق العالمية جاء ذلك خلال مشاركة المشاط في الملتقى السنوي الأول الذي تنظم الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات المصرية تحت عنوان تطوير المفاهيم للانتلاق بالتصدير وفي أسواق البترول العالمية وصلت أسعار النفط التسجيل المكاسب وصلت مخاوف بشأن إنتاج الولايات المتحدة في أعقاب الإعصار فرنسين فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وعلى صعيد التداولات ارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 2.2% إلى 72.91% للبرميل كما صعد خام غرب التكساس الوسيد بنسبة 5.10% إلى 70.43% للبرميل وارتفعت أسعار المزود عالميا بنسبة 1.2% لتصل إلى دولارين وعشر من المئة للتر كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتسجل 2.30% لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أعلنت الشركة إندياما الوطنية للألماس في أنغولة أن احتياطيات الألماس في البلاد تقدر بحوالي 732 مليون قيرات بقيمة المحتملة تصل إلى 140 مليار دولار بمتعصد سعر يبلغ 200 دولار لكل قيرات وأكدت الشركة أن أكثر من 90% من هذه الاحتياطيات توجد في الرواسب الأولية مشيرة إلى أنها تخطط لبدء إنتاجها الخاص العام المقبل متجاوزة اعتمادها الحالي على المساهمات مع وجود مشروعين في مرحلة الاستكشاف يحمل المشروع الأول اسم الواشنبا حيث من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في عام 2025 أما المشروع الثاني فيحمل اسم زاما كاندا والذي لا يزال في مرحلة الدراسة